كيف ستتعامل إيران مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بساؤل يطرح من عدة جهات ويحتمل عدة إجابات محتملة فطهران أرسلت عدة رسائل إيجابية حول استعدادها للتفاوض في سياق الحديث عن ملفها النووي فيما ياتي احتمال آخر يتمثل بتكثيف إرسال الأسلحة والدعم لحزب الله في محاولة لإعادة ترميمه واستغلال هذا الاتفاق وهو أمر أكدت إسرائيل أنها ستتصدى له فأيوا الاحتمالين أقرب من نهج الذي ستتبع إيران تجاه اتفاق التهديئة في لبنان نبحث في هذا الملف مع ضيوفي الذين أرحب بهم الآن من طهران معي الدبلوماسي الإيراني السابق دكتور محمد مهدي شريعة مدار ومن بيروت المحلل خاص لسكاي نيوز عربية داود رمال ومن واشنطن الدبلوماسي السابق مسعود معلوف أهلا وسهلا بكم جميع ضيوفي سأبدأ إذن من طهران دكتور محمد مهدي شريعة مدار كيف ستتعامل طهران مع وقف إطلاق النار في لبنان إن تم تطبيقه اليوم هل هذا الأمر ألن يضر هذا الأمر بنفوذ إيران في المنطقة في تجربتها في حتى إعلان يعني آية الله الخميني يعني هنا الخامنئي عفوا تصريح بأنه على جميع اللبنانيين وفلسطينين أن يعرفوا أن طريق النصر والتحرير هو فقط يعني الطريق العسكري ألن تكسر كل هذه الشعارات والمبادئ إذا تم وقف إطلاق النار اليوم فعلا نعم أولا أصحح لك أنا عباس خميار ولست أستاذ عباس أهلا أنا مش شايف عفوا نعم طيب تفضل أستاذ عباس خميار نعم أهلا وسلام ولو الزبيل محمد مهدي هو الصديق عزيز لكن أنا عباس وهو محمد مهدي أهلا أهلا بك ساذ عباس تفضل نعم على حال لا الإيرانيون يعني منذ البداية وخاصة في هذه الأزمة سعوا كثيرا ليكون هناك وقف إطلاق النار سواء في غزة وسواء في لبنان هذه المساعي التي شاهدناها على مدى الأشفر الماضية وهذه الحركة المكوكية التي شاهدناها بزيارة كل المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات وموفد من الإمام الخامنين آخر آخرهم كان سيد الدكتور علي اللاري جاني وقبله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وقبله الدكتور عراقش كلها كانت تأتي في إطار وقف إطلاق النار والحقول دون الوقوع في الفخ الإسرائيلي وفخ نتنياهو الذي كان يريد دائما أن يوسع رقعة الحرب ويجعلها حرب إقليمية وخاصة في ظل التحولات والتطورات التي كانت تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء الانتخابات لذلك هذا مكسب إيراني أنا أعتبره ومطلب إيراني وهنا في الداخل الإيراني هناك نوع من الارتياح لكن هذا في النهاية هو يأتي في إطار عدم الاستسلام ويأتي في إطار عدم وصول القادة الإسرائيليون إلى ما كانوا ينون بتغيير وجه الشرق الأوسط وبالأهداف العالية التي رسموها وكانوا يظنون بأن القضاء على القيادة السياسية والقيادة العسكرية الحزب الله قد أنهى الوجود المقاوم في هذه المنطقة وهناك كانوا يرسموا وجه آخر لخارطة هذه المنطقة كل هذه الأمور لن تتحقق وعندما لن تتحقق يعني هناك المفاوض اللبناني الذي الحقيقة تبنى المواقف مواقف المقاومة بكل أشكالها أتصور هو نوع من الانتصار وليس نوع من الاستسلام وطبعا للحديث أستاذ عباس أنت تقول أنه بعد تطبيق وقف إطلاق النار ستستمر المقاومة وكل شيء سيبقى على مكان عليه في السابق طالما هناك احتلال المقاومة مستمرة طالما هناك اعتداء المقاومة مستمرة والدعم مستمر يعني من عام 1982 إلى 2006 إلى الآن انظروا إلى الإحصاءات تشير إلى وهذه إحصاءات رسمية من الحكومة اللبنانية عدد التجاوزات الكيان الصيوني للبنان يعني أكثر من 40 ألف وهذه حقيقة واضحة هذه الإحصاءات تؤكد بأن هناك الاحتلال يستمر بأشكال مختلفة وطالما الاحتلال مستمر المقاومة ستستمر ودعم المقاومة مستمر من إيران ومن دول المحور المقاومة طيب سيد داود رمال برأيك هل تتفق مع رأي أستاذ عباس بأنه طالما المقاومة ستستمر الدعم إيراني سيستمر هل هذا ممكن بعد توقيع وقف إطلاق النار بالشروط التي تم تسريبها أنا قلت عفوا أنا قلت طالما الاحتلال مستمر طالما الاحتلال مستمر طيب يعني طالما الاحتلال مستمر الاحتلال يعني مستمر على كل حال خليني أستاذ عباس عشان نستوضح الاحتلال مستمر لوين للبنان ولا لغزة عشان في موضوع وحدة الساحات لأن العملية في لبنان بدأت بعد الحرب في غزة نعم طالما هناك الاحتلال مستمر وطلب مساعدة لمقارعة الاحتلال إيران تدعم هذه المقاومات في كل مكان طيب طيب شكرا على التوضيح سيد عباس شو رأيك سيد داود رمال هل هذا ممكن مساء الخير السيد يوسف لضيفيك من طهران وواشنطن عادة يعني كما نفهم في لبنان يعني خاصة نحن الغير منتمين لأحزاب السياسية ونعتبر حالنا من المراقبين المحايدين نفهم أن السياسية الإيرانية تحديدا السياسية الإقليمية تعتمد على أدوات متعددة من هذه الأدوات المتعددة التي توظف لها الدعم السياسي والعسكري والمالي فصائل من أبرز هذه الفصائل ما يسمى في إيران درة التاج الإيرانية في المنطقة وهي حزب الله باعتقادي عند الوصول إلى مرحلة وقف وإطلاق النار ستكون إيران أمام تحديين أساسيين التحدي الأول هو مرحلة التقاط الأنفاس وتقييم ما حصل بحيث ستسعى إيران وهذا حقها كدولة قومية إلى يعني الحفاظ محاولة الحفاظ على مصالحها استراتيجية الكبرى النقطة الثانية أيضا ستلجأ إيران إلى تفعيل دورها الدولوماسي لانتزاع دور أقليمي بارز على صعيد أيضا المنطقة بالتالي أيضا من مصلحة إيران أن لا تعارض أو أن لا تظهر بمظهر أنها تعارق الورقة التفاهمات التي سيعلن عنها مساء اليوم للأسف للمرة الثانية هذه وهذا أمر مؤلم نتيجة التضحيات التي قدمها لبنان في المرة الأولى ترسيم الحدود البحرية التي كرسته إسرائيل في إشباط الماضي كمعاهدة دولية في الأمم المتحدة تحت عنوان معاهدة بين دولة إسرائيل ودولة لبنان الآن نحن سنكون أمام ورقة التزامات جديدة بين دولة إسرائيل ودولة لبنان والكل يعلم أننا لا نعترف بإسرائيل كدولة ونحن نقول فلسطين المحتلة بالتالي الأهم بعد انتهاء الوصول إلى وقف إطلاق النار هو النصيحة التي قلناها في العام 2006 لقيادة حزب الله وهذه النصيحة سنجددها الآن للأمين العام الجديد لحزب الله وعبره لإيران أن تواضعوا ولتكن أردمكم على الأرض وليكون التفكير بهدوء وبعقل بارد لأن ما حصل على صعيد الميدان خطير جدا والتحديات التي ستواجه بيئة حزب الله تحديدا تحديات كبرى والخشية أستاذ يوسف دانيا أكون صريحا في هذا المجال الخشية أنه الآن الحرب قائمة الخشية هي التحديات الخطيرة هي ما بعد الحرب وكيفية مقاربة الأمور التي ستظهر بعد الحرب لأن الدمار هائل المأساة كبيرة جدا في لبنان الناس لازالت لحد الآن تحبس دموعها أستاذ يوسف الدمار والموت دخل إلى كل بيت شيعي أنا الآن بحكي الدمار والموت دخل إلى بيتي دخل إلى بيت الدمار والموت ونحن نحبس دموعنا الآن تنتهي الحرب سنظرف هذه الدموع ولابد أيضا لهذه البيئة الشيعية أن تعيد تقييم أيضا الموقف وتقييم دورها ولابد أيضا لإيران أن تحترم التوجهات لهذه البيئة التوجهات الجديدة والتي لن تكون هذه التوجهات إلا تحت صقف الدولي اللبناني والمصلحة اللبنانية والاندواء من ضمن مؤسسات الدولي اللبنانية أذاب إلى واشنطن دبلوماسي السابق مسعود معلوف برأيك الآن مع إدارة ترامب عندما تأتي ويكون ربما تم الإعلان وقف اطلاق النار الليلة وعندنا 60 يوم للتنفيذ يعني ترامب سيكون جاي بعد التنفيذ النهاي هل تعتقد بأنه سينتقل إلى مرحلة أخرى مع طهران ومع إيران فيما يتعلق بدورها في المنطقة دعمها لحزب الله لحماس الحشد الشعبي وغيرها كما قال السيد عباس يعني أي مكان فيه احتلال ويطلب المساعدة من إيران فإن إيران تلبي هذه المساعدات هل برأيك ترامب ممكن أن يفهم هذا التوجه كيف يتعامل معه بعد التحية لك للضيفين الكريمين وللمشاهدين الكرام لنقول أن الرئيس ترامب يعني هو رجل الصفقات وفي الوقت نفسه رجل المفاجآت وهو يهمه مصلحته الشخصية مصلحته السياسية قبل أي أمر آخر هذا واقع عرفناه عنه عندما كان رئيسا بين سنتين 2017 و2021 لذلك يمكن أن يتصرف الرئيس ترامب بأي طريقة ممكنة إذا كانت تؤدي إلى مصلحته هو مصلحته الشخصية الآن كيف سيتصرف لا أحد يعرف تصريحاته عندما كان في عدم حملته الانتخابية كانت تتوجه نحو انتهاء الحروب في المنطقة في منطقة شرق العوصر هو يود انهاء الحروب في المنطقة ولكن لم يقل كيف وعلى أي أساس ومن تعينات التي أجراها بالنسبة إلى المنطقة يعني وزير خارجيته هو من أكثر المؤيدين لإسرائيل ومن الذين لا يعترفون تقريبا بوجود فلسطين أو شعب فلطيني السفير الجديد الأمريكي الذي عينه طبعا كلهم لن يستلموا المراكزهم إلا بعد العشرين من شهر كانون الثاني يناير القادم وثقيره لدى إسرائيل لا يعترف إطلاقا بوجود ضفة غربية يقول هذه أرض إسرائيلية أيضا الشخص الذي عينه ليكون مندوبه للشرق الأوسط أيضا هو شخص مؤيد لإسرائيل سفيرته لدى الأمم المتحدة من المؤيدين المطلقين المطلقين بصورة تامة دون أي تردد لإسرائيل لذلك ربما هذا صحيح أن القرار النهائي سيكون له في كل قرار يتخذ ولكن لو لم يكن هو عنده نفس التفكير الموجود لدى هؤلاء الأشخاص الذين عينهم لما عينهم لكان عين أشخاص آخرين لذلك يعني هناك الكثير من الحذر عند تحليل المواقف التي سيقوم أو يتخذها الرئيس ترامب بعد تسلمه الإدارة خاصة بالنسبة إلى إيران إذا وجد أن له مصلحة في التعاون مع إيران سيقوم بذلك بدون أي تردد يعني هو الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت أسوأ اتفاقية وقال ذلك من أجل إهانة الرئيس الأسبق أوباما ولكن ليس من أجل الولايات المتحدة لذلك علينا أن نفكر كثيرا قبل أن نحلل ما سيخوم به الرئيس ترامب عند تسلمه نعم أستاذ عباس خميار أشكرك على استخدام المصطلحات الدقيقة في كلامك إذا ما استمر الاحتلال هو هنا النقطة إذا ما أتبع هذا الاتفاق بترسيم حدود برية لأنه ترامب سيصر على ذلك وبالتالي لن يكون فيه حديث عن احتلال هذا أولا ثانيا أنه من يطلب الدعم من إيران يجب أن يكون السلطة الرسمية الشرعية وهنا لدينا انتخابات لرئيس جديد في لبنان وحكومة هل تتوقع أن الحكومة والرئيس الجديد يظهر بنفس الثلاثية المقاومة والشعب والحكومة أو الدولة والمقاومة ما موقف إيران من هذا التغير الذي يمكن أن يحصل نعم أولا بما يتعلق بموضوع الشأن اللبناني والأمور الداخلية والانتخابات اللبنانية هذا الشأن داخلي بامتياز أكدت عليها إيران دائما كل حلفاء إيران من كل التيارات السياسية ومكونات الشعب اللبناني كانت دائما عندما تلتقي أو عندما يكون هناك لقاء إيرانيا لبنانيا على هذا التركيبة اللبنانية الكل كان يؤكد بأن هذا المطلب يعني يعتبره الإيرانيون مطلبا داخليا وهذا الشأن اللبناني بامتياز لا تتدخل عنها يعني فيها إيران حتى القيادة أو حزب الله دائما كان يؤكد بأن الحقيقة الكثير أنا كدبلوماسي وعيشت في لبنان أريد أن أؤكد بأن حتى كثير من القرارات التي كانت تتخذ يعني إيرانيا كانت يعني تتجه إلى الوجهة النظر اللبنانية يعني حتى كانوا يؤكدون بأنهم اللبنانيون أجدر أن يعرف أخي عشان نطلع يعني طالما أن أنت بتقول أنه هذه قرارات داخلية بس اسمح لي الآن هل إيران قالت وكانت تفصل دائماً مصار الملف النووي عن الشأن في الشرق الأوسط هل تتوقع أنه يبقى لديها نفس القوة في مواجهة الغرب في الملف النووي بعد ما حدث في لبنان بعد وقت اطلاق النار في لبنان وربما نزع سلاح حزب الله لا هذا شوف بعض الأمور هذه كالتكهنات وبعض الأمور ربما تعتبر آمال آمال نزع السلاح أو طالما وجود احتلال آمال انتهاء حزب الله هذه كلها أمنيات آمال لن يتحقق هذا لو كان تحقق هذا لما كان استسلم نتانياهو لهذه اتفاقية ووقف اطلاق النار إنه كان يريد أن يبني شرق أوسط جديد هذا لم يتحقق ولكن في نفس الوقت أريد أن أؤكد بأن مسار المفاوضات إيران لديها يعني لديها أوراق كثيرة متعددة مسار المفاوضات التي ستدري يوم الجمعة القادم هي منفصلة تماما عن الموضوع اللبناني وعن الشيء اللبناني واضح صحيح أن لبنان وفلسطين ستحضر تلك المباحثات ولكن الحقيقة هي منفصلة بكل ما تملك الكلمة من معنى لأن هناك في إيران أوراق متعد كما قلت طيب سيد داود رمال باختصار شديد اليوم حلقتنا بسبب الأخبار العاجلة قصيرة شوي أنت هل تتوقع أنه يكون تأثير الأحزاب خلينا نقول موالية لإيران بنفس قوته في المرحلة القادمة على الساحة السياسية في لبنان يعني اعتدنا في لبنان أن ليس هناك أي طرف يمكن أن يلغى من الحياة السياسية اللبنانية وحزب الله لديه نفوذ واسع ولديه تأييد شعبي واسع وهذا التأييد يعني مستمد أيضا من دوره في مسألة مقارعة العدو الإسرائيلي نعم ولكن في المرحلة المقبلي يعني نحن نتمنى وأنا أوجه الكلام لضيفر من تهران بدل أن تركز إيران على مسألة إعادة بناء الكدرات العسكري لحزب الله الكدرات العسكري استراتيجية فلتركز على مسألة أخرى وهي إذا جاءها مسؤول من حزب الله إلى إيران وطلب مالا وسلاحا فلتقل له إيران لماذا لا تطلب مثلا معملا لتوليد الطاقة لماذا لا تطلب منشأة لتشغيل الشباب اللبناني لنحن بحاجة إلى مشاريع انتاجية في الجنوب في البقاء في الضحية الجنوبية هذه المسألة يجب أن يتغير التفكير الإيراني في التعافي أنا أقول يجب أن يتغير التفكير الإيراني بالتجاهة داود وقتنا انتهى إيران هي التي كانت تقترح هذا نعم فيه كانت تقترح إيران ذلك بما يتعلق بكثير من هذه المشاريع إيران هي التي قدمت اقتراحات السفيرة الأمريكية حتى منعت إيصال مصنع لتوليد الطاقة وقتنا انتهى بس خلال تلك الأزمة الواضحة حتى إيران ربما اقترحت لكن خلال نتفق أن الحوار بين الدول يجب أن يكون بين الممثلين الرسمين والحكومات وليس أحزاب مع دول في نصف دقيقة أخيرة أستاذ مسعود معلوف كان هكذا نعم طيب أستاذ مسعود معلوف تتوقع أنه في نصف دقيقة وضع الحوار لعقد صفقة بين ترامب وطهران سيكون أصعب أم أسهل بعد تطبيق وقف اطلاق النار في لبنان يعني الأمر متوقف على ما يريده الرئيس ترامب في حال أراد أن يقيم حوار مع إيران أنا أعتقد أن من مصلحة إيران أن تقيم حوارا ويكون ذلك أسهل ولكن الأمر يتوقف على ماذا سيتم ما هو مضمون هذا الحوار وهو الملف النووي الذي انسحب منه ترامب أو المناطق حلفاء إيران في المنطقة والرئيس ترامب مليء بالمفاجآت أشكركم شكرا جزيلا جميع روفي وأعتذر عن ضيق الوقت في حلقة اليوم من واشنطن كان معنا الدبلوماسي السابق مسعود معلوف ومن بيروت المحل الخاص سكاي نوز عربية داود رمال ومن طهران الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خاميار شكرا جزيلا لكم جميعا